اه دي كرة طبعا انا باعتبارها من الكرات الصعبة جدا جدا بالنسبة لعواد مهمة جدا جدا وكرة صعبة جدا وجون 100% هنعيدها بقى كم مرة دي لان الكرة دي يا كابتن دي طبعا دي اللي بعدها على طول دي برضو تقويته كويس جدا جدا وكان عنده استجابة زينية سريعة انما دي مهمة اوي مشيها بقى كده وقف وقف بقى هنا وقف وقف بص يا كابتن كريم الراجل اللي قدام عواد ده خد بالك كان هو كرايح عشان يلعبها وفي لحظة كرر انه ملعبهاش ليه هو خاف انه تيجي في رجله يعمل مشكلة تخش في الجول ففي اللحظة اللي كرر ملعبهاش كانت الكرة بقت في بص كرة فين قريبة جدا من مين مواجب سموح قريبة جدا من عواد لا ويعني لو عدت هتوح لمواجب سموح معنا فاهم انا قصد اقول لك ان الكرة دي ملعوبة منين من بعيد لو مدافع الزملك مش موجود في المكان ده عواد هياخد الخطة هو ياخده على سدرو سهلة جدا انه ما عواد في المكان ده ما نتعاملش معها خالص لانه عارف ان اللعب الزملك هيعمل ايه هيشيلها في اللحظة ان اللعب الزملك كرر انه ما يشيلهاش كانت المسافة بينه بين الكرة عواد قريبة جدا فعشان كان لما تعامل معها يتعامل معها من المسافة قريبة جدا لو عدت كان الراجل بتاع اسموح حطاها ايه مستريح جدا فدي كرة من الكرة الصعبة قوي 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 واحنا برضو حمنا نفرج سألنا هو عواد ما مسكهاش ليه مستحيل لو لا لو مدافع الزملك مش موجود كان مسك布 بص بص خب الألج بص راح يعمل ايه بص مدافع الزملك راح يعمل ايه عشان كده عواد عمل ايه بدأ يرجع بدأ يرجع اه في اللحظة اللي بيرجع فيها بص الونش رجع في كلام الونش قالك لأ بص سحب رجله تاني بص عواد هنا امشي كمان امشي امشي بص صعبة جدا 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 لو تواكل على الونش وبرضو وبرضو خب الألجل لا كرة صعبة. جدا. كرة صعبة جدا. انا متخيلها دلوقتي. بص خلال جون. صحيح. جون. عدت جون. اه. فدي من الكرة انا شايفة من الكرة الصعبة اه عشان كده انا اتعمدت ان انا جيب الكرة. ايه. ايه لا كابتن طاري والله. بص 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 يا كابتن. بص عواد ده رجع تاني وبقى في اللحظة. لا ان ما عنافش ده الوينش ولا ده مين لعب الزمالك. الدافع. في ده كم باند حلوين يعني. هو الباند مش فيش اخد بالك ايه ده هي لما عمل الباند عيلة هو كمان حطيه. حطيه في النفس العلوي بتاع الارتفاع. ده طبعا كرة بالنسبة لعمر صلاح. هو قافل كويس قوي. والرجل داخل. وشايت. وهو شايفها كويس. وفرد كاف. فرد ايده كله. وحطها طبعا كورنر فايه. يعني. طبعا يعني لو جات في. لو جات جولت يعني يلعب عليها. يعني يسؤل عنها. انها برضو لما 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 يسودها تتحسب له. واقف كويس قوي. فرد ايده كلها. وجاه في كاف ايده كله. ومحوولها كورنر. فانا يا شايف ان فيها. يعني بص كاف ايده كله. فارده كله. فارده كله. ولعب عليها بشكل قويس قويس. تصرف سليم نشوف اللي بعدها. اللي بعدها طبعا كورنر برضو كورت العرضية مهمة جدا بالنسبة لidden كريم. برضو ازاي ماatri شدوت بعدها عنو على الكرة لحد أخذ لقطة لما كرة جاءت في إيدي وتعامل معها بشكل ولو ما نزلتش على الأرض كده كان ممكن يبقى كرة طوع من إيده فمهم أنه يعني عشان يضبنها أكثر ينزل بها زي ما نزل كده يأخذ الكرة وبتحرك خطوات مقصية هو طبعا المفروض أنه يضرب الأرض برجلة واحدة ويعلى يعني يبقى يعني يبقى بس طبعا فيه وفي زحمة إنما هو الأمناء متعامل معها بشكل كويس قوي خذها من قبل قبل الوانش دي بقى كرة مهمة قوي نفس الكرة بس هنا طبعا ما فيش حد من المدافعين قدام عشان كده إيه تعامل معها ومسكة برضو لو عدت جون مية في المية حاجات دي مهمة قوي حاجات دي مهمة جدا جدا خاصة إن الكرة بتبقى سريعة أه طبعا حطاها على الأرض هو شايف كرة كويس وتحرك خطوات تحرك خطوة مقصية وتعامل معها بشكل كويس قوي بس هنا بقى في التعامل يعني دي كتعالية شوي كانت هتعدي يعني فيه لقطة الوقتة إحنا هنشوفها تاني هتلاقي دي الشمال جايب واخد الكرة من فوق تقريبا هنشوفها تقريبا هي اللقطة دي كده كان لازم إيدي تبقى وارا الكرة شوي أيوة امشي امشي كمان يا جدالي بص اوقف اوقف بص لا سنة كمان امشي سنة بس اوقف كده لا ارجح سنة صغير بص ايدي فين يا كابتن كريم ايدي من فوق الكرة ما فيه اداية تبقى ايدية يمين هي اللي تبقى فوق الكرة انما الشمال تبقى فين وريدashывают كب pes شكوا wanna الشمال دي تبقى ورا الكرة و ايد اليمين فوق 꼭 هو هنا لو خدت بالك هتلاقي دي الشمال فين فوق الكرة و ايد اليمين قدام الكرة خل بك توة تعدى خلاص كان سنت اكتعدى دي كان لازم ايدية تبقى جاة من ورا الكرة شوي انما طبعا لو عدى برضو برضو 100% عظيم 나ي آسts دي تسويق من مسافة بعيدة هو طبعا متمركز طيب احنا لازم نتكلم بقى في التسويق من بره 18 من مسافة بعيدة انا ما يفعش على خمسة يارضة وعلى ستة يارضة زي ما بتشوفوا الراس مرمى بيقى الراجل بيصاوب من بره 18 دي قاعدة سابتة ما ينفعش عشان كده عشان لما هيحصل حاجة واني جي نتكلم فيها اساس ان طالما الراجل بيشوت من مسافة بعيدة كده لازم انا بقى ريب من خط المرب عشان ما تعملش الكرباج لان الكرباج ما بتعملش غير من مسافة من مسافة البعيدة دي انما انا لو بشوت الراجل بيشوت من جوة 18 او من على خط 18 انا ممكن ابقى على 4 يارضة ممكن ابقى على 3 وممكن ابقى على 5 يارضة انما ان انا اطلع وراجل بيشوت مسافة بعيدة لا ما ينفعش حتبقى فيها مشكلة فتبقى ركز عمر كويس جدا جدا وحط فيها ايده بشكل كويس وطلعها كورنر ده تقريبا الهدف ده تقريبا الهدف وطبعا المسافة قريبة قوي وليبست في وش رجل احمد زيزو فصعب على عمر صلي هو طبعا طلع قفل بشكل كويس قوي انما كرة سريعة يعني هو حتى ملحقش يحط ايده حلو طبعا فيها كل اللي انت قلته ده بس انا كنت حاس برضو ان هو فتح الدياء شوية انا لازم انا لازم لعب الزوية اقدي بعض بالزبط يعني لو اتعاد التاني عشان برضو يزيزو ممكن يشوت على البعيد عادي جدا اه طبعا وارد انا شاف انه قافل بشكل كوي كرة بالرجله انما انما هي طال ايديه طالعت متأخر يعني بص هنا فيه بس فيه مشكلة واحدة بس اقف اقف هنا اقف هنا لا ارجع سينك قبل ما هو بيشوت بس بس اقف بص وضعية عمر صلاح هتلاقي المقعدة هنازل راجعة لفين تاع الورا الورا و ايدي اللي اتنين ايه لتحت مفرودين لتحت طبعا لقى مفعش ايديه تبقى مفرودة هلاك ايديه تبقى متنية بدأ اللي اخد بالك احنا بلعب ضد المساحة و ضد الزمن صح فالمساحة بتبقى مهمة جدا ان انا بقى مالك الصح مهم جدا كمان ان انا اتعاني مع الكرة بسرعة هنا عمر رضوان ايديه مفرودة قوي فعلى ما طلع ايده من تحت وشان ايه تطلع للكرة خدت ايه خدت وقت خدت وقت انا مفعش ايديه مفرودة كده عمر ويبقى جسمي يبقى انا انا عامل انا كنا بعمل سكوات يعني انا تقل جسمي كله فين اللي ورا عشان المقعدة انا واف على كعابي قوي فلازب ايدي عمر تبقى متنية والكرة دا خيات جوت ايديك تبقى متنية شوية عمر وانت بتتعامل مع الكرة صح بص انما هي طبعا انا ما قدرش اقول ان عمر يسأل عنها لقى كرة صعبة صحيح مواجه ورايج جوت 18 بمسافة كبيرة صحيح نشوف الكرة الي بعدها دا بجول التالي بجول التالي بقى انا 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 قول مايجي وشوت يا جلال اوقف اوقف لق ارجع تاني اه هو جاي يشوت بالظهر اوقف ايه حلوه ايو كده بس انت بعيد او يا عمر ليه كده اه انا ليه كل ده اه يعني الراجل دلوقتي هو بيشوت لو انت انت بفرق تبقى ورا كمان مش قل من 3 ا 4 يارضا اه انت طالع بره ستة ليه كده الرأي الجاي من الجنب من زاوية ضياء جدا انت بره بسافة كبيرة قوي يا عمر مش محتاج كل ده يعني طالع بزيادة قوي انا لو انا وره أربعة يارضة ولا ثلاثة يارضة هبقى على قلي بقى بيني ستة ده ستة يارضة هبقى بعد ثلاثة يارضة هتوسع لنفسك المسافة بينك وبين الكورة فهتبقى المسافة بين المساحة وسعت شوية فتلحق تتعامل مع الكورة انما انت كده تخليت الكورة اولا الباك تقريبا كده لازق في مين لازق في الجزيرة طب ما تخليك راحت شوية شاط من المسافة دي كده وانت تحت هتعلم ما احسن من كده فانت سعطع على نفسك قوي يا عمر خروجك خروجك اللي هو بزيادة قوي ده صحيح كمل وهنا بقى هو بيتعامل يا كابتن كريم انا بتعامل زي يقول هندبول ايوه يعني انا ايه انا بعمل كده بإيديا يعني لا انا عايز على بعكورة بس مش نلعب عكورة وانت في التمركز ده انت لو وقف وراء 4 يارضا هتخلي المسافة بينك وبين الكورة بما هي 8 يارضا تخليها 12 يارضا صحيح فلما انا شط من مسافة 12 يارضا بالنسبة لي اسهل وانما شط من مسافة 8 يارضا مظلوط فطبعا تفرق معي جدا انت تعاملت معي عمر زي الهندبول بالزبط لانك اتطلع بالزيادة قوي كمل كمل برضو نفس المقعدة تحت ايدي مفرودة فطبعا على ما بيطلع ايدي بتاخد وقت يا عكاة ابن كريم انا مش عايز ايدي المفرودة كده صحيح هنشوف اللي بعده لازم بتحت شوية طلع لي وزمالك انا وقف كويس قوي بس برضو على ما طلع ايدي كورة عدت